اشتركوا في القناة ذكرنا فيما سبق أن الأيام التي نعيشها أيام خير وأيام فضل وأيام عبادة لا يوجد مثلها يعني ليس هناك زمن تقوم فيه بعبادة أفضل من هذا الزمن الذي هو العشر الأوائل من ذي الحجة أريد أن أذكركم بعجالة في بعض المسائل مرتبطة بنهاية هذه الأيام ولسيما ما يتعلق بسنن العيد أو بعض سننه في الحقيقة أول شيء يتعلق بصيام اليوم التاسع لأنهم اللي تسمعوا الناس صيام يوم عرفة تيقع لهم إشكال وتتسألوا واش تنقصدوا النهار فاش تيقفوا النص بعرفة ولا تنقصدوا اليوم التاسع من ذي الحجة الحقيقة اللي مطلوب في هذا المجال هو اليوم التاسع من ذي الحجة لأن الصيام عادة في الشرع يرتبط بالزمان ولا يرتبط بالمكان لم يرتبط بالمكان حسب ما أعلم إلا فيما يتعلق بمن لم يستطع ذبح الهادي قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج والسبعة ندا رجعتم فربط الأيام السبعة بالحج يعني مكة أو الحرم عموما ولم يربطها بمكان معين بالدات وإلا فينا الصيامة سواء تعلق الأمر باليوم التاسع من ذي الحجة أو تعلق باليوم العاش المحرم المعرف عنه بعشورة فهي مرتبطة بالزمان لا بالمكان وبالتالي من التكلم مع الإخوان المغاربة اليوم التاسع من ذي الحجة عنا هو يوم يوم الثلاثة هو اللي غد ينصموا إن شاء الله ولذلك الإمام بن عشر رحمه الله من اللي يتكلم على فضل صيام هذا اليوم قال كتسع حجة وأحرى الآخر صيام التسع الأولى من ذي الحجة ولا سيما الأخير منها وهو اليوم التاسع بالنسبة لنا الآن في المغرب اليوم التاسع هو يوم الثلاثة إن شاء الله ننتقل بعد ذلك إلى يوم العيد والإنسان مطلوب منه في هذا العيد أن يقوم بمختلف السنن يستيقض باكرا وما يفطر يستحسن يتبق السنن كالنبي صلى الله عليه وسلم في العيد الكبير ما تيفطر حتى تيتبق الأضحية دياله وتيفطر الكبدة ديالها عاد الساعة يتبق عليها لقسم الله إذا استطاع الإنسان أن يقوم بهذا فذلك أفضل وأحسن وفيه سنة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذن يفيق الإنسان ويغتسل ويلبس أحسن ما لديه من التياب ويدير اسمته العطر بعد ذلك تيجي الوقت ديال ديال صلاة العيد والوقت بالنسبة ل تارودانت مثلا سبعة وربعة تقريبا سبعة وخمستاشر دقيقة يعني حلت حلت صلاة العيد لأنه طلعت الشمس وأبنت بعدها مباشرة غدا يتباح الإنسان أضحية دياله في حدود سبعة ونص ثمانية رب هكك من ترحل تشي مشكلة غدا تطرحنا قضية مهمة جدا أنه لا يجوز للناس أن يتباحوا إلا بعد ذبح الإمام ولكن الخصوصية ديال هات السنة كما السنة الماضية أنه ما تيصلي وش الناس في المصلة وما تيتباح الإمام الأضحية دياله في المصلة وبالتالي ما نقدرش نعرفه هذا الإمام واشتباحه إلا ما تباح إمتى عموما هات المسائل خفية علينا ولكن بعض العلماء لقاول حل لهذه المسألة أنه من اللي تتكلموا على صلاة العيد كما في العلم ديالكم أنه التمنعات في المصليات وفي المساجد للضرورة القصوى وللضرورة أحكام كما يقل سلناس الله يجزيهم بخير يديروا التقف الناس المسؤولين والمكلفين بهذه المسائل ويتقل على الله ويتبعوا ويديروا ويديروا الاحتياطات ره الوباء غادي تينتشر مرة أخرى بسرعة وبعض الحجاج اللي تيديروا الناس واحد المنطق اللي تيبان يمشي هو هذا أن الناس دايرين زحان في الزنقاء إذن تديروا يحتفى المصلى ولا في المسجد هذا الفهم هذا ما أنزل الله به من السلطان وصلاة العيد سنة والحمد لله ما مترحتش مشكل أن الإنسان يصلها في البيت دياله ويصلها مع أولاده تعليماً لهم وتدريباً وتدريباً لهم يمكن الناس يصلهها في ورادة والوحد يصلها بوحده يمكن أن رب البيت أنه يكون إيمان ويصلي ويصلي بهم وصلت لعيد رأسهلة في جوجة الركعات تتقرى فيهم الفاتحة والصورة جهراً أن الإنسان تيكبر تكبيرت كبيرة الإحرام وتيزيد لها ستة ديالة كبيرة تخرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر تتكمل ستة وتيقرى صورة الفاتحة وتيتبع لها ذك الشي اللي حفظ وذك الشي اللي يبغى من بعد في الركعة الثانية تيكبرت كبيرة ديالة القيام وتيزيد لها خمسة ديالة كبيرة بمعنى سبعة تكبيرة في الركعة اللولى وستة ديالة كبيرة في الركعة في الركعة الثانية من اللي يكمل منها هو الآن إمام صلى بالزوجة دياله وولده والناس اللي معها في الدار وبالتالي من حقه أنه يدبح الأطحية دياله لأنه الإمام ديال هذو كل الناس اللي يصلى اللي يصلى بهم مدام كما قلنا ما كانش حدا شيء إمام اللي يقتدي به ويرده البال ويتبعه والله أعلم وأحكم وخصى الإنسان بعد ذلك يحرص على أنه هذا الأطحية يجمع فيها بين الإهداء وبين الأكل وبين التصدق وبين أسمته للدخار إلا أبغى إلا أبغى ييبس شي حاجة ويجددها أرى ما عنده حتى شي مشكل حلال حلال طيب وبغيت فقط بالمناسبة نشيل وحد القضية هنا طرحه وحد الأخ الفاضل هو التخصص دياله في التغذية وبارع فيها وأفاد الناس كثيرا رزو الله خيرا وإحسانا ولكنه جاء وحد النصيحة هنا ما شيء يهدك لنفهم على أنها على أنها فتوى قال للناس بالحرف الواحد اللي شرى منكم العتروس يبيعو ويشري يشري الكبش بش يدبحو ما عندوش الحق يقول للناس يقول للناس هكا لأنه سنة الأضحية كما تكروا الفقهاء تكونوا من بهيمة الأنعم والأفضل فيها للضأن والضأن في اللغة العربية يعني تيشمل بين الغلمي والمعزي كما تنسمي وإحنا بالدارجة دينا الغلمي والمعزي هما نوع واحد وإلا بينا نفضلوا بيناتهم صحيح الغلمي حسن من المعزي ولكن حتى لأخر هدايز تيد بحبي المسلمين من النهار بدل إسلام إلى يومنا هذا ما عمرش واحد بأنه قال ممزي ربما هو الأستاذ الدكتور بغي يرد على الأطباء اللي تيقولوا بأنه الاعتروس رعا نقص فيه الكوليستيرول ولكنه لم يوفق التوجيه دياله لهذه المسألة والله أعلم بعد ذلك تجري سلة الرحيم وهي مسألة مهمة جدا من سنن العيد ولكن في الظروف ديالنا اكتفي الإنسان فقط بسلة الرحيم بالهاتف السؤال على الناس من بعيد وفي الظروف يقول الكرام اللي تنعيش أنك تبقى في الضار ودي لهم التليفون أكثر أجرا وتوابا من أنك تمشي تمشي عندهم وتعاديهم ولا يعادي وتسبو في المشاكل بالنسبة للبلاد والعباد ومن دمن سنن العيد كذلك الاكتار من التكبير من دمن مميزات العيد الاكتار من التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر وما وما يقترب منها وهو كما نعرف تكبير محدد وتكبير مطلق التكبير المحدد لضبطه الفقهاء وهو عندنا في المذهب تبدأ من الظهر دياله 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 العيد حتى الصباح دياله نهار 13 والصيغة دياله بمجرد ما يكمل الإمام أي صلاة من الصلوات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الظهر دياله العيد حتى يكمل أنهار العيد كله ثاني العيد ثالث ثالث العيد يعني في الصبح ثم تكبير مطلق الاكتار من الله أكبر في كل وقت وفي كل حين بدون عدد وبدون مراعاة المكان في أي مكان طاهر كنت فيه أكتر من الله أكبر إلخوا الكرام هذا ما تيسر التذكير به في هذا المجال تقبل الله منا منكم وعاد علينا هذا العيد وأمتاله ونحن في صحة وعافية وشفاء من كل داء ووفق الله تعالى أمير البلاد والعباد وأصلح الله أحوال المسلمين وحقنا دماءهم وغفر لنا وللكافة المؤمنين والمؤمنات ومسلمين ومسلمات سبحان ربك بالعزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين